اشتركوا في القناة القمر لبرج الجوزاء في ساعات المساء القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعاً رح ينكذ فيها القمر من الآن موعد بث الحلقة لغاية الساعة 10.18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بعدها القمر رح ينتقل ويصير في منزلة الهقعة وهي منزلة برضو سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأسحار وغيرها ومن مثل الخراج أو الدمامل أو الأشياء اللي بتكون ضارة في الجسم فلازم نجرح على أساس أنه نعالجها مثل الأورام ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد برضو في هاي المنزلة طبعاً القمر موجود في برج الثور من الآن لغاية ساعة ما بعد العصر تقريباً أو طرابة المغرب فعشان هيكي بتظل الأجواء أنه مثل الأيام الماضية أنه نشعر بالحذر أكثر من الميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عندنا مجموعة زوايا فلكية اليوم أولها هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون الساعة 12 و 55 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية برضو بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 55 دقيقة صباحاً متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ساعة 38 دقيقة صباحاً يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة 28 دقيقة عصراً بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 22.58 دقيقة عصراً بيبدأ خلو المسار طبعاً الأوقات كلها اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينيتش وبيستمر خلو المسار هذا لتمام الساعة 4.41 دقيقة بعد العصر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في تمام الساعة 4.41 دقيقة بعد العصر القمر بيكون استقر تماماً في برج الجوزاء فعشان هيك من الساعة 4 بتتغير الأجواء وبتتغير نفسيتنا تدريجياً طبعاً من بداية خلو المسار بتبلش هاي التغييرات ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا جميع الأضراج وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضاً الإنضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الإنضمام لعضوية نادي طبعاً بما أن القمر رح يستقر في برج الجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 31 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 48 و 47 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي يعني إلى يوم الأربعاء حتى تمام الساعة 25 و 25 دقيقة صباحاً لا ينتقل القمر لا برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 21 يوم في تمام الساعة 38 و 13 دقيقة مساء بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة 55% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 سعيد الآن بنسبة 15% ولكن عند ساعات الظهر تقريباً بيبلش يصير الشمس منتحسي بنسبة 15% لباقي النهار بالنسبة للقمر في الثور بده ينتقل للجوزاء حتى يوم 1-9 هو سعيد بنسبة 60% اليوم عطارد في العذراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 50% طبعاً آخر يوم للعطارد في العذراء بكرة رح نحكي عن تأثيرات انتقاله للميزان على جميع الأبراج الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيده بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً ما زالت الأجواء بتحمل معاها فرص مالية راح تكون طبعاً هاي الفرص مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم أغلب اللي راح يحصلوا الأموال عادةً بيحصلوها من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم أو موال لهم بيحصلوها ممكن اليوم اتعلجوا استحقاق مالي ورح يكون فيه نوع من أنواع الزيادة في المصاريف وصرف الأموال بدكوا تنتبهوا من المصاريف اللي ما إلها أي داعي من ساعات المساء طبعاً أو من ساعات العصر تقريباً يعني بنقدر نحكيها اللي هي بعد ما ينتهي خلو المصار تنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والسفر الفترة هاي بتصير مناسبة لنزهة لتعامل مع أخ أو جار يعني فيه حركة فيه نشاط كثيرة راح تصير عندكم عشان هيك الأجواء تقريباً ما زالت إيجابية فيها كثير من الأشياء الممتازة ولكن ما زالت العصبية زي ما حكينا هي لشوي بتأثر عليكم بشكل سلبي فعشان هيك بتكو تحاولوا الضبط الأعصاب قدر الإمكان برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً الأجواء نشطة بما أن القمر ما زال موجود عندكم بظل في نوع من أنواع الرغبة لتقرب من الأحباء أو تعزيز العلاقة مع معارفكم ممكن تعوضوا كثير من الأشياء خلال هذا اليوم ولكن ما في داعي للمجازفات فتر تدخلوا المسار في ساعات العصر يعني بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرص إلها علاقة بالأموال ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والزيارات وبتهتموا لترويج لخطة أو للقيام بزيارة يعني رح ترتب بعض المسائل الضرورية أو الإطرارية منها المالية ومنها النفسية والشخصية برج الجوزة طبعا ما زالت برضو الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيكي ما زالت الأجواء بتحمل بعض الأعطال أو التعطيلات أو إلغاء بعض الأشياء الضرورية أو صعوب في إنجاز بعض الأمور يعني بتعانوا في هاي الفترة طبعا من ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل ويصير عندكم فعشان هيكي بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط كل ما اقتربنا لساعات العصر ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي يعني الفترة رح تصير استثنائية كل ما اقتربنا لساعات العصر وما بعدها فعشان هيكي الأشياء الضرورية حاولوا إنكم تأجلوها لبعد انتهاء خلو المسار برج السرطن الأجواء جيدة على مستوى العلاقات والأصدقاء والمعارف العلاقات الاجتماعية ممكن بعض الأصدقاء يتعاونوا معكم بشكل جيد خلال من الآن لساعات العصر ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته يعني الأجواء ما زال فيها بعض الأشياء الإيجابية فعشان هيك حاولوا تستغلوا من الآن لساعات الظهر بإنجاز كل الأعمال الضرورية المطلوبة منكم لأنه من ساعات العصر القمر رح يصير في بيت المتاعب اللي هو في الجوزاء فبصير الفترة هاي بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا إنكوا تنجزوا بس الأشياء الضرورية من عملكم لأنه ممكن تتراكم عندكم بعض الأمور أهم إشي إنكوا تديروا بالكوا على الوضع الصحي ما فيه داعي للإهمال صحتكم وما تراهنوا على الحضوظ نهائيا لأنه الفترة هاي رح يصير فيها بعض الركود بعض الأمور اللي شوي ممكن إنها تزعجك فعشان هيك بدك تكون مستعد على أساس إنه يعني تأخذ حذرك برج الأسد طبعا هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل من الآن لغاية ساعات العصر برضو ما زالت الأجواء جيدة على مستوى عمالكم تعزيز الأمور اللي إلها علاقها بالسمعة برضو جيدة ممكن ترغبوا في إدخال تعديل على بعض الأمور بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إشي إنه ما تخلفوا القوانين ما تجازفوا ما تغامروا يعني كل الأشياء الضرورية فقط اللي اعملوها ما تتخلفوا عن دوامكم ما تتغيبوا عن دوامكم ما تدخلوا بمواجهة مع مسؤولينكم من ساعات العصر تقريبا بصير عندكم نشاط اجتماعي فممكن تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته يعني رح ترافقك رياح مؤاتية رغم جميع الضغوطات اللي أنت مريت فيها بالأيام الماضية أهم شيء إنه إذا عندك أي شيء ضروري كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأيد فهذه فترة بتصير مناسبة من بعد ساعات العصر لا أمور كثيرة برج العذراء ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات السفريات الدراسة الامتحانات ولكن الامتحانات في فترة ساعات الظهر اللي هي فترة خلو المسار بدك تلغو الحظوظ تماما يعني بدك تعتمد على جهدك الجسماني أو إذا كان عندك مقابلة أو عندك شيء بدك تشرحه مثلا أو مؤتمر أو بدك تتحدث عن وجهة نظرك بدك تكون مستعد بشكل جيد اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب أو بحث عن قاسم مشترك بجمعكم من أحبائكم فترة جيدة للاتصالات البعيدة أو السفر أو الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص قارج البلاد برضو على مستوى أوراق قانونية ومعاملات هجرة برضو جيدة من ساعات المساء الأجواء يعني بصير القمر موجود في بيت السمعة فممكن شوي بدك تنتبه لعملك تنتبه لصحتك أكثر إشي ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ابعد عن العصبية والانتقاد قدر الإمكان بتصير فترة جيدة للي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يدخلوا تعديل على عملهم برج الميزان طبعا الفرصة ما زالت ممتازة اللي بيرغب بمكاسب مالية خلال فترة هاي ولكن عشان أوجهكم أكثر أغلب المكاسب المالية بتيجي من شراكة أو من تعويض ممكن من ميراث أموال إلكم من قرض بنك يجي موافقة عليه أو أمور إلها علاقة بتعويضات يعني أنت بتكون مرافع قضايا أو إلك تعويضات معينة ممكن تستردها اليوم ولكن بتكون تنتبهوا لأن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتظل بحاجة للرعاية أو بتصير بحاجة للرعاية وهي الأجواء كلها بتظلها بهذا الشكل لغاية ساعات الظهيرة عند العصر تقريبا من ساعات ما بعد العصر بيصلكم خبر من بعيد من خارج البلاد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد وبرضو بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم يعني رح ترتفع عندكم المعنويات وتصير الفرصة ممتازة جدا خلال أيام القادمة رح تستمر هاي الأجواء بجودتها أو بسعادتها بالنسبة لإلكم لغاية تقريبا واحد الشهر برج العقرب طبعا هذا يوم مناسب للي بده يعمل شيء بيطلب تعاون من طرف ثاني أي يعني بدك أشخاص يعاونوك أو بدك الشريك يعاونك أو شريكك في العمل أو شريكك في العاطف اللي هو الزوج فهي الأجواء ممتازة لأي شريك يعني أي إشي له علاقة بالشراكة ممتاز الطرف هذا يساعدك في أمورك بوسعكم اليوم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى الطاقة يعني طاقتكم ضعيفة عندكم مثلا تشعروا بعدم الارتياح سهل جدا استفزازكم أو أنه تتأثر نفسيتكم من أي موقف من ساعات ما بعد العصر القمر رح يتحرك من مقابلكم بصير في البيت الثامن الأجواء بتصير يعني تقريبا تتغير لا وضع ممكن يمنحكم فرص لمكاسب مالية إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريبة لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تهتم بشخص قريب أو عزيز عليك أهم شيء أنه يعني إذا تصرفت تصرفات وكانت منفرة في الفترة الماضية يحاول أنك تقدر تتراجع عنها في ساعات المساء برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا ما زال عندكم القدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أنكم تنظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر تهتموا بعلاقاتكم بزملائكم رؤسائكم بالعمل أهم شيء أنك ما تحاول تعمل أكثر من عمل في نفس الوقت لأنه إحنا حكينا القمر الآن في مرحل المقابلة فطاقتك ضعيفة ما بتتحمل هذا الجهد في ساعات ما بعد العصر القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك بتصير الفترة دو شقين أول شيء مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بتقدروا تعززوا شراكاتكم سواء العاطفية أو شراكات العمل ولكن الشق الآخر بتكون تحاذروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم في الفترة هاي وممكن تقع في ورطة أنت بيغنع عنها من وراء عصبيتك أو ردات فعلك فضبط الأعصاب مطلوب بدك تحاول تكون صبور ما تتذمر ما تتسرع باتخاذ القرارات بالفترة القادمة برج الجديد طبعا الأجواء رح تظل مناسبة لأمور الها علاقة بالتقرب من أحباكم وممكن تعززوا العلاقة مع أحبائكم أبنائكم أحد الوالدين الأجواء جيدة جدا ولكن ممكن أنه شوي هيك تكون بحاجة لممارسة تغيير بمزاجك فتخرج لتغيير جو أو للترفيه عن نفسك لأنه شوي ممكن في بعض الضغوطات النفسية عندك وبدك تستعد لفترة ما بعد العصر لأنه القمر في ساعات ما بعد العصر بده ينتقل للبيت السادس فممكن يتراكم العمل عندك رغم أنه أنتوا عندكوا قدرة على إنجاز حصة الأسد منه ممكن تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة أهم شيء أنك ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية بدك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك الفترة جيدة يعني الآن لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر ممكن تواجه بعض الضغوطات زي ما حكينا على مستوى العمل أو على مستوى علاقاتك برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتقدروا اليوم برضو تعززوا الروابط العائلية أو علاقاتكم العائلية لغاية ساعات العصر ممكن تهتموا في أمور إلها علاقة بتصليحات ترتيبات مشتريات حدث معين عائلي تهتم فيه أو أمور إلها علاقة بالمقربين من ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير إيجابية وقوية بترغبوا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا بتجد حليف يدعم تصوراتك أهم إشي أنك ما تستسلم كرر المحاولة إذا أردت النجاح ممكن الأجواء تتفاجأ أنه هي عاطفيا ممتازة جدا رومانسية أكثر فيها بعض الحضوض فحاول أنك أنت تستغل للفترة القادمة لأنها راح تكون ممتازة وداعمة لإلك بشكل جيد وفيها بعض المكاسب اللي ممكن أنها نحكي ما تتعوض على المدى له المنظور ما بعد واحد تسعيا برج الحوت طبعا ما زال النشاط موجود على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وما زالت الأجواء جيدة للخروج في نزهة أو تغيير جو أو إتمام أعمال ضرورية ممكن اليوم يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ممكن تهتموا بامتحانات أو ترويج لسلعة معينة أو لفكرة معينة عندك قدرة على الإقناع عالية جدا ولكن من ساعات تقريبا نحكي الظهر لغاية ساعات ما بعد العصر بدك تنتبه أثناء القيادة قيادة السيارة وبرضو بدك تنتبه بحواراتك بنقاشاتك حاول تكون واضح إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض طبعا من ساعات ما بعد العصر بوسعكم إدخال أي تعديل بصير على عمسكنكم ممكن تعزيز الروابط العائلية أو تهتموا بالعائلة بالبيت بواجبات عائلية يعني الأجواء رح تتحول لإشيء العلاقة بالبيت والعائلة والاهتمامات المنزلية فعشان هيك الفترة القادمة شوي ممكن بتطلب منك الحضور عدم تخاذل أو الابتعاد عن الواجبات العائلية لأنها رح تصير مطلوبة منك بكثافية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء